السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم مشاهدينا ومستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج القصطاص الذي نتناول فيه الواقع الليبية وقضاياه من زاوية قانونية ودستورية مع الأستاذ المحامي والخبير القانوني المهدي كشبور مرحبا بك أستاذ المهدي نرحب بك في هذه الحلقة أهلا وسهلا بك خابر الرحمن وباستاذ المشاهدين مرحبا حياك الله أستاذ المهدي لازلنا أن نصلت الضوء على مواد مشروع الدستور وفي الحلقة الماضية انتهينا من الباب الثالث الباب الذي يتحدث عن السلطة التنفيذية برأسيها الرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أو الحكومة وشرعنا في الباب الرابع الذي يتحدث عن السلطة القضائية ووصلنا عند المادة 127 والتي تتحدث عن المحكمة العلية دعنا نستعرض هذه المادة معا أستاذ المهدي ثم نعود للتعليق عليها تنص المادة على أن تتكون المحكمة العلية من رئيس ونائب وعدد كاف من المستشارين لا تقل درجاتهم عن رئيس بمحكمة الاستئناف أو ما يعادلها تختارهم جمعيتها العمومية على أن يكون الرئيس ونائبه من بين أقدم ثلاثة مستشارين بها ويصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجمهورية ما الذي يمكن أن يقال حول هذه المادة؟ هي مادة إطار عام تنظيمي وفي أغلب الأحكام أحيلت إلى القانون ولكن الجزء الأهم فيها هي أن الأعضاء الجمعية العمومية هي الرئيس والنائب يتم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية ويصدر بقرار من رئيس الجمهورية بتسميتهم ولكن الاختيار هو يتم عن طريق الجمعية العمومية وبالتالي دور السلطة التنفيذية ما هو إلا دور كاشف لما تم إقراره من قبل الجمعية العمومية وليس منشئ بمعنى أن من ينشئ القرار هو جمعية العمومية المحكمة العليا والتي تختار الرئيس والنائب أو حتى المستشارين في المحكمة العليا والذين في النهاية يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاث أقدم مستشارين في هذه المحكمة نعم لكن الجمعية العمومية للمحكمة العليا مما تتكون؟ من كافة المستشارين المعينين في المحكمة العليا هي جمعية العمومية هي من كل المستشارين المعينين في المحكمة العليا كافة مستشارين شكل الجمعية العمومية المحكمة نعم طيب دعنا ننتقل إلى المادة التي تليها وتتحدث عن اختصاص أو اختصاصات المحكمة المادة 128 تنص المادة على أن تختص المحكمة العليا بنظر الطعون بالنقد ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى نعم طبعا الاتجاء إلى القضاء المحكمة العليا ليس أمر يدخل في التقاضي على درجتين بحيث أن يرفع الدعوة بالكامل إلى المحكمة العليا المحكمة العليا في العادة هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع بمعنى أن المحكمة العليا لا تدخل في صلب الموضوع وتنظر إلى من هو صاحب الحق ومن هو غير صاحب الحق ولكن هي تنظر في سلام تطبيق القانون من قبل المحاكم أول درجة نحن تحدثنا في الحلقة السابقة على أن القضاء في ليبيا حسب هذا مشروع مشروع الدستور يكون على درجتين ابتدائي واستئناف في هاتين الدرجتين يتم تناول القضية من ناحية موضوعية ومن ناحية قانونية ويتم النظر فيها ويطبق القاضي القانون على الواقعة عندما ترفع القضية إلى المحكمة العليا لا يجوز مثلا تقديم أدلة جديدة أمام المحكمة العليا أو العودة إلى نظر الموضوع في صلبة إنما ينظر في مدى تطبيق القاضي أول درجة أو ثاني درجة لصحيح القانون فإذا ما كان القاضي طبق القانون ترفض المحكمة الطعن أو إذا كان أخطأ في تطبيقه أو تأويله أو تفسيره عندها تقوم المحكمة العليا بنقض الحكم وشرح النص المادة الذي حدث فيه لبس وبالتالي تصبح مبادئ المحكمة العليا كما هو مستقر عليه فقها وقانونا وقضاء المبادئ التي تقررها المحكمة العليا هي مبادئ ملزمة للمحاكم الأدنى درجة بمعنى أن تفسير المحكمة العليا لنصوص القانون يصبح ملزم للمحاكم الأدنى درجة منها وبالتالي لا مجال للاجتهاد إذا ما كان هناك شرح من المحكمة العليا لنص مادة ما عندما تطبقه المحكمة العليا وتنظر فيه وتفصل فيه لا يجوز مخالفته إلا في حالة واحدة إذا مصادر حكم المحكمة العليا آخر مخالف للحكم الأول عندها يحدث هناك تفسيرين يتم فيه الفصل من خلال ما يسمى بالدوائر المجتمعة تنعقد كافة الدوائر المحكمة العليا وتجتمع وترجح بين المبدئين التي تقررها لأقاراتهما المحكمة العليا وترجح أحدهما وتقرره وبالتالي يصبح هو التفسير الملزم للمحاكم الأدنى درجة نعم عندما تقوم المحكمة العليا بنقض أي حكم من المحاكم الأدنى منها درجة ما الذي يحدث بعد ذلك؟ هل يجب أن تعود القضية إلى المحاكمة الأدنى درجة لتحكم فيها بحكم آخر؟ أم أن حكم المحكمة العليا يعتبر هو الحكم النهائي؟ المحكمة العليا كما ذكرنا هي لا تنظر في الموضوع هي تنظر في مدى سلامة تطبيق القانون فإذا ما لاحظت أن القاضي أول درجة أو ثاني درجة أخطأ في تطبيق القانون أو تفسيره أو تأويله تعيد الدعوة من جديد إلى المحكمة سواء كانت أول درجة أو ثاني درجة يعني إذا كان الخطأ في الاستناف تعيدها من جديد لمحكمة الاستناف أو إذا كان الخطأ في الحكم الابتدائي تعيدها من جديد لمحكمة أول درجة لتفصل فيها من هيئة أخرى تنظر أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي سبقت النظرة فيها وتفصل فيها هناك بعض الحالات الاستثنائية وهي قليلة جدا إذا ما أعيدت الدعوة مرة ثانية إلى المحكمة العليا عندها تقوم المحكمة العليا بنظرها كمحكمة موضوع وتفصل فيها على سبيل المثال قضية مذبحة سجن بوسليم التي عرضت على المحكمة العليا وعادتها المحكمة الاستناف والمحكمة الاستناف أصدرت فيها حكم واليوم تم الطاعن فيه من جديد أمام محكمة العليا وهذه المرة الثانية عندها المحكمة العليا ستفصل فيها كمحكمة موضوع وتنظر في صلب الموضوع وليس فقط مدى سلامة تطبيق القانون يعني ذكرت في ثنايا كلامك بأن المحكمة العليا قد تعيد الحكم أو القضية إلى المحاكمة درجة أولى أو درجة ثانية يعني سؤال هنا هل يمكن أن ترتقي القضية من الدرجة الأولى إلى المحكمة العليا مباشرة دون أن تمر على الاستناف في بعض الحالات وتحديدا في مسائل الأحوال الشخصية التي لا يكون فيها أصلا استناف تذهب إلى المحكمة العليا أو في مسائل الجنيات مثلا محاكم الجنيات في الوضع القانوني اليوم ليس الوضع القانوني الذي نأمل الوصول إليه من خلال هذه المسودة لأن خلال هذه المسودة نصت على أن التقاضي على درجتين هو حق أصيل أما الواقع اليوم مثلا في الجنيات هو التقاضي يكون على درجة واحدة لا يوجد درجتين من التقاضي يوجد ما يسمى بغرفة الاتهام وهي ليست مرحلة التقاضي كاملة كما ينص عليه مشروع الدستور وبالتالي تنظر في درجة واحدة الجنيات وهي محكمة الجنيات عندها تنتهي صلاحيات المحاكمة العادية وتذهب إلى المحكمة العليا وهو قضاء كما يسمى الغير عادي هناك القضاء العادي وقضاء الغير عادي المحكمة العليا تسمى من قضاء الغير العادي والذي ينظر في تطبيق القانون في هذه الحالة مثلا في مسائل الجنيات يتم مباشرة طعن أمام محكمة العليا بعد صدور حكم محكمة الجنيات بالواقع مباشرة أما مستقبلا وفق هذه المسودة سوف يكون هناك التقاضي على درجتين ومن ثم يتم الذهاب إلى المحكمة العليا نعم وأشرنا إلى ذلك ربما في الحلقة الماضية أو التي قبلها طيب هذه المادة أيضا تقول بأن القانون يحدد اختصاصات أخرى للمحكمة العليا ما المقصود بالاختصاصات الأخرى التي تشير إليها هذه المادة؟ النص لم يحدد أي اختصاصات يراها المشرع إضافتها إلى المحكمة العليا ربما يعني يكلها إليها بموجب نصوص القانون ربما إبداء أراء في بعض المسائل القانونية أو في التشريعات رغم أن هذا أعطي اختصاص للمحكمة الدستورية ولكن ربما أيضا يمنح للمحكمة العليا كجسم استشاري في بعض التشريعات أو اقتراح مشاريع القوانين أو غيرها ربما يمنح هذا الأمر للمحكمة في الوضع الحالي هل هناك اختصاصات أخرى للمحكمة العليا غير النظر بالطعون المقدمة إليها من المحاكم الأدنى درجة؟ لا لا أعتقد أنها لديها اختصاصات أخرى واسعة تم إضافة بعض الاختصاصات على سبيل الاجتهاد مثل مسجد الخصاص الدستوري طعا في سلام القوانين وغيرها وبالتالي الوضع القانوني اليوم للمحكمة العليا هي محكمة عليا ومحكمة دستورية في ذات الوقت لأن لديها دوائر دستورية تحت منها أما مستقبلا ستكون المحكمة العليا مفصولة على المحكمة الدستورية نعم وربما سنأتي إلى ذلك في باب أفرد في مسودة الدستور أو في مشروع الدستور الحديث عن المحكمة الدستورية ننتقل إلى المادة التي تليها المادة 129 وتتحدث عن النيابة العامة تنص المادة على التالي النيابة العامة جزء من السلطة القضائية على رأسها النائب العام وأعضاء النيابة العامة وكالاء عنه بممارسة اختصاصه بشأن الدعاوة أو الدعوة الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ويصدر بتعيين النائب العام قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء من بين مستشاري المحكمة العليا أو الرؤساء بمحكمة الاستئناف أو المحامين العامين من الفئة ألف مدة ست سنوات أو للمدة الباقية لبلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولفترة واحدة ربما هذه المادة تحتاج إلى شيء من توضيح لسيما في السطرين الأخيرين منها نعم أهم مسائل إجرائية أكثر منها مسائل تهم المواطن بشكل كبير في مسألة كيف يتم التعيين وكيف يتم تعيين نائب العام يصدر بتعيين نائب العام قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من المجلس الأعلى للقضاء بمعنى المجلس الأعلى للقضاء يقوم بترشيح أشخاص لمنصب النائب العام ويصدر قرار رئيس الجمهورية قرار بتعيين نائب العام على أن يكون الشخص المرشح لمنصب النائب العام من أحد مستشارين محكمة العليا أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف وهنا ليس المقصود رئيس محكمة الاستئناف إنما الرئيس بمحكمة الاستئناف وهي درجة قضائية درجة رئيس وليس رئيس المحكمة من يرأسها لأنه ربما تجد في المحكمة الاستئناف الواحدة أكثر من رئيس بالمحكمة هناك رئيس المحكمة والرئيس بالمحكمة الرئيس بالمحكمة هو المقصود في هذه المادة وهي درجة قضائية يصل إليها المستشارين عندما يترقوا في سلم القضايا أو أحد المحامين العامين من الفئة ألف وأيضا المحامين العامين هم أيضا رجال قضاوين كان اسمهم محامين عامين إلا أنهم يمثلوا النائب العام في دوائر محاكمة السناف بمعنى كل دائرة محكمة السناف أو كل خصاص محكمة السناف يوجد فيها محامي عام أو درجة محامي عام وهو بمثابة النائب العام أو يمثل النائب العام في نطاق خصاص هذه المحكمة يترقص لمدة ست سنوات فقط أو للمدة الباقية لبلغه سن التقاعد أيهما أقرب يعني إذا كان مثلا تقاعد الشخص المرشح بعد ثلاث سنوات ستنتهي وليت بعد ثلاث سنوات وليس بعد ستة رغم أن القانون ينص على ستة ولكن هنا نص أيضا صراحة النص أن أقرب الأجلين إذا كان سن التقاعد هو أسبق لانتهاء مدة ست سنوات يتم الأخذ بمدة تقاعد وأيضا نص على أن هذا المنصب يكون لمرة واحدة ولا يتم التجديد فيه يعني لكن أنا يعني ما رأيت أن النص يفتقر إليه هو أن يعني ذكر نيابة العامة والنائب العام ولكن لم يحدد النائب العام من أين يستمد سلطة يعني عادة جرت الدستير والقوانين على أن النائب العام هو يمثل الشعب ولا يمثل الحكومة بمعنى يعني هو يمثل الشعب وبالتالي هذه تعطي مؤشر لمن يتولى منصب النائب العام بأن وظيفته هو حماية الشعب وليس حماية السلطة أو يعني حماية الشعب من خلال التطبيق الصحيح للقانون وليس تطبيع نصوص القانون لصالح السلطة وبالتالي أنا في اعتقادي أن هذا النقص كان مهم جدا أن يتم النص عليه ولكن لا يؤثر باعتبار أن هناك حكام من المحكمة العلية تنص على ذلك وكما ذكرنا بأن حكام محكمة العلية ملزمة وبالتالي تغطي هذا الفراغ ولكن كان الأكمل والأفضل أن يتم النص عليه صراحة طيب على ذكر من أين يستمد سلطته أنا لاحظت أن في هذه المادة تعيين النائب العام يتم بقرار من الرئيس الجمهورية كذلك الأعضاء المحكمة العلية يتم تسميتهم بقرار من الرئيس الجمهورية هل هذا يعني يعطي لرئيس الجمهورية للسلطة التنفيذية في هذه الحالة ربما سلطة على القضاء وماذا لو تعنت رئيس الجمهورية مثلا ولم يصدر قرار بتعيين بعض القضاة أو النائب العام نعم نحن ذكرنا أن القرار الرئيس الجمهورية في هذه الحالة هو مجرد إجراء كاشف وليس منشئ بمعنى أن من أين يستمد شرعيته؟ هو يستمد شرعيته بالتأكيد من الشعب باعتبار أنه يمثل الشعب أمام القضاء أيضا الرئيس الجمهورية هو منتخب وبالتالي هو يستمد شرعيته أصلا من الشعب لكن هل هذا يعطي سلطة للرئيس الجمهورية على هذا المنصب؟ نظريا لا هو مجرد فقط يصدر هذا القرار فإذا امتنع عن الإصدار هناك نصوص قانونية أخرى تكفل ألية الإصدار بمعنى أن خلال ستين يوم إذا لم يصدر هذا القرار يعتبر ممتنع وبالتالي يعتبر قبوض ضمني أو هناك نصوص قانونية أخرى تنظم هذه المسألة هو يجب عليه خلال مدة محددة أن يصدر قرار فإذا لم يصدر إذا صدر بعدم تعيين يجب أن يكون القرار مسببا وبالتالي يحق لطرف الآخر أن يلجأ للقضاء ويطعن في هذا الرفض فإذا امتنع هناك أيضا نصوص قانونية تنظم ألية عدم إصدار السلطة التنفيذية للقرارات خلال مدة محددة عندها كيف يتم التعامل مع هذا الأمر هناك نصوص قانونية تنظم هذا الأمر نعم لو توضح لنا أيضا سريعا في هذه المادة هذا النص يعني أعضاء النيابة العامة وكلاء عنه وعن النائب العام يعني في ممارسة اخصاصه بشأن الدعوة الجنائية بعد ما يستثنيه القانون يعني ما المقصود بما يستثنيه القانون هل يجب في هذه الحالة أن يكون النائب العام هو شخصيا الذي يترافع في هذه الدعاوة المستثنى في القانون نعم هذا ظاهر النص صحيح هو النص لم يفسر وكما ذكرنا بأن ما يعيب هذه المسودة أن لا يوجد لها مذكرة شارحة تعين مقصود الهيئة التأسيسية من هذا النص ولكن ظاهر النص هو أن ما يستثنيه القانون بمعنى ما يكون اخصاص أصيل للنائب العام لا يجوز لوكلاء أن يطلعوا به يجب أن يمارس النائب العام بشخصه ولا ينيب عنا أحد أعضاء النيابة في ذلك في هذا الأمر مثلا في بعض المسائل الجنائية التي مثلا يعني التحقيق مع المستشارين والقضاء يجب أن يكون من نائب العام أو مثلا التحقيق مع رئيس الجمهورية يجب أن يكون من نائب العام مباشرة وبالتالي لا يجوز لوكلاء النيابة أن يباشروا جراءة هذا التحقيق يجب أن يبشرها نائب العام بنفسه نعم طيب أيضا المحامين العامين من الفئة ألف يعني ما المقصود بهذه العبارة نحن ذكرناها وشرحناها أن المحامي العام هي درجة يعني يصل إليها العضو النيابة أو القاضي بحيث يتولى مهام النائب العام في نطاق خصاص المحكمة الاستئناف يعني مثلا لدينا مثلا محكمة استئناف في مدينة بنغازي تغطي من غرب جدابية إلى شرق المرج كل هذه المناطق هي تخضع لإخصاص المحامي العام والذي يمثل النائب العام تحت المحامي العام هناك وكلاء النيابة ومن تحتهم أعضاء النيابة وأعوان النيابة وما إلى ذلك كل داخل كل فئة من هذه الفئات وكل نيابة من درجة ألف درجة بادة أيضا محامي عام من درجة ألف من درجة بادة يعني وهكذا هي درجات قضائية يتم النص عليها في قانون نظام القضاء نعم إذا ننتقل إلى المادة التي تليها وتتحدث عن هيئة التفتيش القضائي وهي لا شك أيضا هيئة مهمة في المؤسسات القضائية تنص المادة على التالي هيئة التفتيش القضائي هيئة قضائية يصدر بتسمية أعضائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء وتتكون من رئيس ووكيل وعدد كاف من الأعضاء لا تقل درجاتهم عن وكيل بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها وتختص بالتفتيش على أعضاء السلطة القضائية وأي اختصاصات أخرى يحددها القانون نعم النص واضح هناك الشامر واضح لا تقل درجاتهم عن وكيل بمحاكم الاستئناف هذه درجة قضائية هناك درجات في سلم القضاء هناك درجات وكيل وكيل أول محامي عام مستشار يعني رئيس المحكمة هل الوكيل في محاكم الاستئناف أعلى درجة من رئيس محكمة لا ليس في محاكم الاستئناف كيف سيراقب على رئيس المحكمة وأقل منه درجة نعم ليس بضرورة أن يراقب على رئيس المحكمة هيئة تفتيش قضائي هي هيئة يعني يكون فيها من مختلف الدرجات الوكيل ربما يفتش على من هو أقل من درجة هناك أعوان النيابة هناك الكتبة هناك الوكلاء النيابة هؤلاء يفتش عليهم من أعلى درجة منهم لا يجوز مثلا وكيل بمحكمة الاستئناف أن يفتش على رئيس بمحكمة الاستئناف وبالتالي يعني هذه تنظمها القوانين الداخلية يعني يجب أن يكون هناك قانون لهيئة تفتيش قضائي ينظم هذه المسألة القانون الحالي ينص على ذلك صراحة وينظم هذه المسألة بحيث أن من يفتش على من يتقل الدرجة الفلانية يفتش على الدرجات الأدنى منها وهكذا دوالي وبالتالي يعني الأمر منظم في القانون كما ذكرنا أن النصوص الدستورية هي نصوص عامة وأطر عامة لا تتناول مسائل التفصيلية التي تكون في القوانين هو طالما ضمن أن يكون هناك هيئة للتفتيش القضائي وهذه الهيئة نص عليها دستوريا وبالتالي أصبح لا يجوز للسلطة التشريعية أن تتغاضى عنها أو أن لا تؤسسها من الأساس بل واجب عليها أن تكون هناك هيئة تفتيش قضائي وأن يضعوا لها قانون لأن الدستور ينص على ذلك نعم هيئة التفتيش القضائي يعني لا شك أن لها دور مهم في مراقبة سير المؤسسات القضائية وفي الوضع الحالي الحقيقة ربما هناك انتقادات كثيرة لهيئة التفتيش القضائي يعني عدم قيامها بالواجب المأمول والمطلوب منها كونها يصدر تسميتها من المجلس الأعلى للقضاء يعني هم في الأخير سوف يراقبون على زملائهم هل هذا يعني ربما يدخل فيه نوع من المحاباة وغير ذلك من الأمور التي تؤثر في مسألة المحاسبة والتفتيش شوف نظريا يعني الأمر مستبعد لأن رجل قضاء يجب أن يتوفر فيه شروط معينة أصلا من التعيين وحتى الترقية إلى أن يصل إلى هذه المناصب وبالتالي أيضا هو يكون مؤد اليمين ويعني يحظى بنوع من الثقة بحيث أن يعني يكون مصدر للثقة وليس مصدر للريبة وبالتالي الأصل أن ننظر في رجال قضاء على أنهم محل للثقة وأنهم أمينون على أعمالهم وبالتالي هذه الافتراضات هي جدلية أكثر منها يعني يعني لا يمكن الاحتراز منها إلا عمليا عمليا هذا يعني يكون ربما يكون هناك بعض المحابة بعض الأشخاص أو ما إلى ذلك قد يكون ولكن نظريا الأمر مستبعد سيما أن نصوص القانون تنص على استقلالية الهيئات وأيضا استقلالية القضاء ربما في الوضع الحالي أو في الوضع السابق عندما كان هناك تداخل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية كان ربما يهتم هذا الأمر أما اليوم السلطة القضائية هي مستقلة سيما لو تم إقرار هذا مشروع الدستور سيكفل بشكل كبير استقلالية السلطة القضائية وبالتالي لا يكون هناك حاجة أصلا إلى أن يحابي رجل قضاء زميلة أو غيرها لأنه هو مستقل وله كافة ضمنات والاحترام مقدر له يعني لا أدري ربما من الأفضل أن يكون من يفتش على المؤسسة القضية يكون خارج هذه من خارج هذه المؤسسة المؤسسة حتى أيضا يتمتع هو أيضا بالاستقلالية التامة عن المجلس الأعلى للقضاء هو موضوع جدلي كما قلت أستاذ المهدي كشفور لكن للأسف وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة إن شاء الله نتابع معك في الحلقة القادمة باقي نصوص مواد مشروع الدستور أشكرك جزيل الشكر على ما تفضلت به أستاذ المهدي كشفور من إضاحات كما نشكركم مشاهدين الكرام على كرام من متابعتكم وإلى أن نلتقي بكم في لقاء آخر دمتم في أمن الله يحبضي والسلام عليكم اشتركوا في القناة